دكتورة رندا مصطفى أهلاً وسهلاً بحضرتك نحن مهلاً وسهلاً وفي المقدمة أنا ذكرت أن حضرتك تخصصك علم وظائف الأعضاء أيضاً يعني عايزة أعرف بمعنى إيه؟ علم وظائف الأعضاء يعني الجسم بشتغل إزاي في الطبيعي القلبي بشتغل إزاي، المخي بشتغل إزاي في الطبيعي لأنه مش ممكن تعرفي غير الطبيعي غير لما تعرفي الوظيفة الطبيعية فعلم وظائف الأعضاء هو البيز أو القاعدة اللي بيبنى عليها كل العلوم الطبية بعد كده طيب ممتاز وحضرتك أيضاً نائبة في مجلس الشيوخ أيها وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي أيها يعني بتهايدي السؤال كيف تاري أحوال البحث العلمي في مصر الآن؟ والله هو سؤال في محله البحث العلمي طبعاً محدش يقدر ينكر أن فيه تطور في البحث العلمي البحث العلمي دلوقتي عن الأول لكن ما زلنا نطمح في المزيد ما زلنا نطمح في ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع بمشاكل البلد يعني ما ينفعش يبقى البحث العلمي في مكان والمشاكل في مكان تاني يعني مثلاً إحنا عندنا مشاكل قومية كتير جداً عندنا مشاكل زراعية كتير جداً في السلالات وفي البزور لك أنت تتصوري أن مصر لا تنتج البزور بتاعت الزراعة إحنا بنستور 98% من البزور والتقاوي بتاعت الزراعة 98%؟ يعني تقريباً كل احتياجنا تقريباً بتكلفة 7 مليار دولار لماذا لا ننتجها؟ وهو ده السؤال اللي أنا بسأل الناس اللي بيشتغلوا في البحث العلمي إحنا فين؟ فين المركز القومي للبحوث؟ فين مركز البحوث الزراعية؟ فين البحث العلمي اللي بيربط مشاكل المجتمع بالمشاكل اللي إحنا محتاجانا؟ دي نقطة مهمة دي يعني إذا إمتنعنا عن الاستيراد معناها أن إحنا سنمتنعنا عن الزراعة؟ أه طبعاً إحنا دلوقتي رحنا في إيد البلاد اللي بنستورد منها البزور فلو إحنا أنتجنا البزور بتاعتنا يعني أنتجنا الأكل بتاعنا يعني أنتجنا الزراعة بتاعتنا يعني لما نصدر نصدر وإحنا يبقى ده الدخل كله داخل لنا مش رايح منه جزء كبير جداً في الشرى البزور والتقاوي ده الحقيقة معلومة صادمة بالنسبة لي عايز أقول لحضرتك إحنا عندنا أزمة في الدواجن عندنا أزمة في اللحوم ليه البحث العلمي ما يربطش تحسين السلالات ما يربطش الفراخ اللي بتتغذى على الأكل العادي بدل ما تتغذى على العلف دي كلها أسئلة مهمة جداً لا يجيب عنها غير البحث العلمي أنا الحقيقة شايفة أن في مشكلة في التواصل بين مشاكل المجتمع وبين البحث العلمي كمان في مشكلة في التواصل بين الوزارات يعني بين أكديمية البحث العلمي بين وزارة التعليم العالي بين وزارة الصناعة بين المجتمع نفسه وبين الهيئات أو مراكز البحث حدريك بتقولي مشكلة معنى ذلك أنه لا تواصل بين هذه الجهات التي تجتمع على شيء واحد آه 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 لماذا؟ أنا مش عارفة الحقيقة يعني إحنا كان لسه عندنا جلسة في مجلس الشيوخ من أسبوعين كان فيها رئيس أكاديمية البحث العلمي والحقيقة الأكاديمية عاملة شغل كويس جدا 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 يعني قال إن هم صرفوا ملايين على أجهزة التنفس الصناعي ومركون عندهم في المخازن إنهم مش عارفيني سواءه معقولة مع احتياج المستشفيات لهذه الأجهزة طبعا طبعا كان معنا مندوب من وزارة الصناع قال إحنا منعرفش عنها حاجة فإحنا تخضينا الحقيقة يعني ليه كل وزارة ما فيهاش حد بيوصل مع بقية الوزارات لازم إن الوزارات تتكلم مع بعضها إحنا عندنا مشكلة طول عمرنا في التعليم إن إحنا منعرفش نشتغل في جماعة فبنطلع فرادة فحتى الوزارات بتشتغل لوحدها دي نقطة مهمة جدا وياريت يعني نورك الدوء يعني هيك تشير الحقيقة الحاجة في منطقة الأهمية طبعا إحنا لازم نشوف بعض لازم نشوف بعض ترجمة نانسي قنقر